أجل تحاول؟ أجل تحاول؟ لا يهمه تحاول مرة تحاول مرة تحاول مرة تحاول مرة العالم تحاول مرة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الخامس وصلت لكم للمحاضرة السابعة اللي هو موضوع القلب احنا طبعا راح نسولف على القلب في الإنسان القلب في الإنسان هذا الرسم هو اللي قدامكم راح نشرح عليه اليوم وتعرفون انتو انو تحلمتوا على طريقة الشرح مالتي اللي هي شنوه الرسم لازم يكون وياي أول بأول انتبهوا يعني شنو تعريف القلب ماك واحد ما يعرفه القلب عضو عضل يقع في التجويف الصدري هذا الصدر تجويف الصدري فعضو عضلي يعني يتكون من عضلات زين وهو محاط بمحفظة من الألياف تعرف بغشاء التامور شوف القلب عضله هذا القلب محاط بشنوه شبكة من الألياف شبكة أنا ما لدي أخرب الرسم شبكة من الألياف شو اسمها تعرف بغشاء التامور عرف غشاء التامور تقول غشاء المحيط في القلب صار واضح ويتكون القلب في الإنسان من أربع رتهات حلو شنوه أذينان رقيقان الجدران وبطينان سميكان الجدران استاذ ما فهمت تعال هنا أنا خلا أوضح لك فتشغله أريد تعال القلب بابا هذا الرتها الأولى اللي هو أشي يسمي أذين أيسر وهذا الرتها الثانية اللي هو الأذين الأيمن فيقول من أذينان وشنوه بطينان هاي الرتها الثالثة اللي هو البطين الأيسر والرتها الرابعة البطين الأيمن صار واضح الثالثة اللي هو الأيمن لماذا تكاتب منها أيسر هاي الأسئلة الحلزونية دائما تلاقيني يعني أنا أين أقف هذه الصفحة فمن أقول أذيني الأيسر يعني من هذه الصفحة من صفحة إذانا كليسر يلا بعد ما كوا أبسط من هذه فصار واضح يقول العضلة القلبية تشبه العضلات الهيكلية المخططة باستثناء اليافها شنوها متفرعة ونهاياتها سميكة تعرف بمن بالأقراص البينية أستاذ وضح ليها ما جا يكتهم وأنا وضح لك ياها المشكلة تعال العضلة القلبية هنا خلي أوضح لك ياها العضلة الهيكلية ما كانت عندي يسموها العضلات المخططة صح لؤلاء بها مناطق غامقة ومناطق فاتحة هاي شو يسميها هيكلية تمام العضلات القلبية هم نفس الحالة هم مخططة بس شبيه نهاياتها ش تكون متفرعة باوي نهاياتها تكون متفرعة بس هم بها مناطق غامقة ومناطق فاتحة وبالنهاية ما لاتش موجودة أقراص نسميها الأقراص البينية موجودة اللي هي نسميها الأقراص البينية هاي نسميها أقراص بينية بس اكو ملاحظة هو مذاكرها بالكتاب بصفة السادس موجودة لازم تعرفوها انو النواات تكون انتبه عليه بالعضلات الهيكلية محيطية متعددة الأنوية شنوه؟ محيطية الموقع اهنا بالعضلة القلبية تكون مركزية تمام؟ نواات مفردة مركزية فهذه بعدين هسبناها في محاضرة لدينا حاجة عليها هنا بالجانب لصبورة صار واضح؟ فيقول يابي يوجد في القلب مجموعتان من الصمامات اللي هي شوف المجموعة الأولى يسموها الصمامات الأذينية البطنية والمجموعة الثانية الصمامات النصف هلالية استاذ هذا الموضوع أنا داقرة بس ماذا فهمة؟ زين؟ اشتون راح توضح ليها؟ بسيط وسهل بس ركز وشغل دماغ الكوية هذا القلب شوفه يتكون مين؟ هو عضلة موجودة بالتجويل في صدري بأربع رتات أذينان وبطينة خلوش حتي؟ اللي هو الأذين الأيمن والبطين الأيسر والقلب الأذين الأيسر والأذين الأيمن والبطين الأيسر والبطين الأيمن كنت واضح؟ يقول هذا القلب بصمامات القلب تمنع الدم يعني تصم sue إلى المكان و مجموعة من الصمامات التي توجد في القلب وهي الموجودة بالقلب بيها موقع تتموضع بين الأذين والبطين في كل نصف من القلب وهي تسمح بانسياب الدم من الأذينان إلى البطينان هذا القلب هذا النصف مالته شوف خلي إيه جا سوي لك هذا نصف القلب بس هذا القلب إذا أريد أسوي أربع اتجاهات زين رح يصير عدي شوف بقسمته بالنصف فهذا نصف القلب زين فيقول هاي الصمامات شوف تبهوا يا هاي الصمامات موجودة باوع في كل نصف من القلب اللي هي أول شي شنو الصمامات الأذينية البطنية هاي المجموعة الأولى الأذينية البطينية العفو زين وين موجودة شوف تتموضح في القلب في كل نصف من القلب وهي تسمح بانسياب الدم من الأذينان إلى البطينان يعني هذا الأذين وهذا شنوه البطين انتبه على الرسم. هذا اذين وهذا بطين. فهي هناك صمام هذا شوفه. خلي اوضح لكياب غير قلم باللون الاخضر لان ما مستخدمان هنا. هذا اللون الاخضر واقع. شوف. فهذا شوف. هذا صمام. هذا صمام. بين الاذين الايسر والبطين الايسر. فهذا يسمح بمرور الدم من من البطين الى البطين. اول واحد يسمى صمام الثلاثي الصفائح. صمام ثلاثي الصفائح هو من الصمامات الاذينية البطنية. ويتكون من كب صفيحة ثلاثة. يسمح بانسياب الدم من الاذين الايمن الى البطين الايمن ويوجد في القلب. هذا راح تسمي باور. هذا اذين ايمن وهذا بطين ايمن. فالدم راح يجي منا من الاذين الايمن المن الى البطين الايمن. عبر شنو هذا راح شسم يشوف. راح اقشر هنا. صمام ثلاثي الصفائح. صار واضح? سهل ما بيشي. زين استاد لعظ صمام ثناء الصفائح شنو. وهو من الصمامات نفس التعريف. من الاذينية البطنية. يسمح بانسياب الدم من الاذين الاذين الايسر الى البطين الايسر. شوفوا. هذا بطين ايسر. هذا بطين ايسر. فراح يخلي الدم يروح منه. اللي جاي. عبر شنو الصمام. نسميه ثناء الصفائح. صمام ثنائي الصفائح. سهل له صعب سهل. زين استاد هذا فهمته. صمامات اذينية بطنية. تخلي الدم يروح من الاذين للبطين. اذا ثلاثي من الاذين الايمن الى البطين الايسر. اذا ثنائي من الاذين العفو. اذا ثلاثي من الاذين الايمن الى البطين الايمن. اذا ثنائي من الاذين الايسر الى البطين الايسر. زين. يقول ادي صمامات ثانية. المجموعة الثانية. يسموها صمامات نصف هلالية. بها الصمام الأبهري والصمام الرئوي إذن هالها علاقة بمجار الدم الدم بمين راح يجيب الأوردة وشرائن تعال يقول صمامات النصف والآلية شنو تعريفة تبهوا يقول هي صمامات توجد عند مدخل الأوعية الدموية الرئيسية المتصلة بالقلب وهي تتمثل بالصمام الأبهري والصمام الرئوي إذن يجب أن يكون هناك أوعية دموية الرئيسية المتصلة بالقلب دعني أعرفها حتى أشرح لكم هذا هو الوعاء الدموي الأول هذا هو الأحمر شوف هذا الوعاء الدموي الأول ما اسمه؟ الشريان الأبهر هذا الشريان الأبهر هذا الأحمر طاب منه ومفتر ما اسمه؟ الشريان الأبهر لعد هذا شنو أستاذ؟ هذا يسموه الوريد اللي هو شسمي الأجوف صار واضح؟ فإذن صار عندي شريان أبهر والوريد هذا الأجوف وعند الشريان الرئوي هذا الشريان الرئوي شوفه فعدي هذا رقم واحد عن علي الشغل وهذا رقم اثنين خوش حتي يقول أكو ذن شسميه الأوعية الدموية الرئيسية المتصلة بالقلب اللي هو من هو الشريان الرئوي والشريان الأبهر تعال خلي شوف أكو بين صمامات تعال يقول الصمام الأبهري الصمام الأبهري يعني وين يتصل بالأبهر يقول وهو صمام نصف خلالي يوجد عند منطقة اتصال الشريان الأبهري بالقلب وهو يسمح بمرور الدم من القلب إلى الأبهر ويمنع عودته إلى القلب هذا الشريان هذا رح شسمي الصمام الأبهري هذا الأحمر وأنا أشرلك علي رح أجيب اللي جايش أقول صمام صمام أبهري هذا لم تقولها حمام أبهري لا صمام أبهري صار واضح؟ فهذا شنوه صمامات ثلاثية تمام؟ رح تخلي الدم يروح من القلب وين باتجاه الأبهر ويمنع عودة الدم وين إلى القلب وهذا شسمي الصمام الأبهري وهو صمام نصف خلالي يوجد عند منطقة اتصال الشريان الأبهري بالقلب وهو يسمح بمرور الدم من القلب إلى الأبهر ويمنع عودته إلى القلب زي اللي صمام الرئوي نفس الحالة هو صمام نصف هم نصف خلالي يوجد عند منطقة اتصال الشريان الرئوي وهو يسمح بمرور الدم إلى الشريان الرئوي ويمنع عودته إلى القلب هذا شوفوا شوف ليها هذا شسمي الصمام الرئوي وأن يوجد عند منطقة اتصال الشريان الرئوي بالقلب يسمح ببرور الدم من القلب إلى الشريان الرئوي ويمنع عودته إلى القلب صار واضح طلاب هذا اللي هو الصمامات زوجين من الصمامات الأذينية البطنية والصمامات النصف الالية الصمامات الأذينية البطنية بها ثلاث الصفاح لازم تعرف كل واحد موقع أو وظيفته والصمام الأبهري والصمام الرئوي صار واضح يقول يعتمد معدل ضربات القلب اليوم أنت هسان جاي أسرع معدل ضربات قلبي أسرع من ما أنت تشاهد لماذا؟ لأن يعتمد أول شي على العمر والجنس والحركة والرياضة بشكل مباشر العمر يعني أنه مثلا الإنسان كل ما زاد عمره أو يعني هي فترة العمر مالتها أن تتغير معدل ضربات القلب مثلا نشوف الطفل معدل ضربات قلب أسرع من 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 البالغ صار واضح؟ الجنس هنا ما أقصد علي أنه الجنس اللي إحنا نسميه التكاثر الجنسي أو غير يعني رحبا لكم غير شيء لا الجنس هنا نقصد بي أنه إذا كان ذكر أو أنثى صار واضح؟ وبشكل خاص التمرينات الرياضية تتغير من معدل ضربات القلب صار واضح؟ زيب يقول يتألف جدار القلب من ثلاث شغلات ممن يتألف جدار القلب؟ سؤال ممن يتألف جدار القلب؟ أو يتألف جدار القلب من فراغ وفراغ وفراغ اللي هي أول واحدة الشغاف عضل القلب والنخاب تعال الشغاف خلي نعرفه يقول هو الطبقة الداخلية من القلب من جدار القلب ويتكون من نسيج ظهاري شوفوا بسيط ونسيج بعض باو هسا فرضنا هذا القلب زيب اش بيه؟ بطبقة داخلية هذا الأخضر رحش أسميه شغاف طبقة الداخلية من من جدار القلب طبعا بالمناسبة هي أرق طبقة موجودة فالشغاف انتبهوا عليه الشغاف هو الطبقة الداخلية من جدار القلب ويتكون من نسيج ظهاري شوفوا بسيط ونسيج ضام طبعا هذه المواضيع نعخذها بالصف السادس وشوف سبحان الله هو الشغاف مذكور بالقراءة الكريم بصورة يوسف أنا هنا كتبتكم إياها بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة الحزيزة تراود وفتاها عن نفسه قد شغفها حبا انتبه عليه قد شغفها حبا يعني حبها اليوسف عليه السلام وين وصل الى شغاف قلبها الى ارق يعني الى ارق طبقة موجودة وين بالشغاف مال قلبها يعني ارق طبقة موجودة بالقلبها اللي هي شي يقول قد شغفها حبا صار واضح فهذا الشغاف اللي هو موجود طبقة من طبقات القلب وسبحان الله انه الاحساس يصير يعني يصير بهذا الشغاف والقرآن الكريم ذكرناها بسورة يوسف فلازم تتذكرها انا خليت لك ياهل آية هنا لآية الكريمة حتى تتذكر صار واضح وقد شغفها شنو العفقة شغفها حبا صار واضح فالشغاف هو طبقة داخلية من جدار القلب ويتكون من نسيج زهار يشوف بسيط ونسيج ضام زي الطبقة الثانية اللي هو شنو عضل القلب عضل القلب يقول يمثل الطبقة الوسطى من جدار القلب والتي تتألف من الياب عضلية قلبية مخططة لا ارادية وتكون متفرعة وتنفصل بعضها عن بعض بوسطة الأقراص البينية وتكون نواتها مركزية استاذ ما فيهمتها تجد تحت سريع طبعا تحت سريع لين راح يسرح لكي اياه يقول يابا عضل القلب بمثل طبقة الوسطى اوكي من تهي من قلته من تتألف عضل القلب يقول من ألياف الألياف يعني خلية عضلية تتألف شوف يقول مخططة ومتفرعة هاي متفرعة شوفها وهاي نفس الحالة متفرعة مخططة من تهين منعتها هاي بها مناطق غامقة ومناطق شنوه فاتح هي المفروض بالأسود أرسم لك يوحي زين والنواة شتكون مفردة مركزية النواة مفردة مركزية نهاية الألياف العضلية أكو أقراس هاي اسمها الأقراس البينية شوفوه شو اسمها الأقراس البينية هاي الأقراس البينية راح تربط هذا الليف العضلي ويليف عضلي ثاني ويشنوه ليف عضلي ثاني باوعي شون جاي تربطي هاي الليف العضلي الثاني هذا الليف رقم واحد وهذا الليف رقم اثنين فالأقراص البينية موقعها بين العضلات القلبية ووظيفتها ربط للعضلات القلبية بعضها أو للياف العضلية القلبية بعضها مع بعض يقول العضل القلب هي طبقة الوسطى من جدار القلب من تتألف من ألياف عضلية تكون مخططة نواتها مركزية متفرعة النهايات وفي نهاياتها يوجد شنو الأقراص البينية التي تربط الألياف العضلية القلبية بعضها مع بعض على الرسم اعتمد أنه لازم تفهم على الرسم صار وارق الله زين من ضمن هذه الألياف العضلية قسم خاص أنه يتخصص بنقل الإعاز الكهربائي هذا هو العضلات تقلص وانبساط هناك قسم منعتها ما علاقة بالتقلص والانبساط ينقل النشاط الكهربائي بالقلب فش يسميه ألياف بركدي ألياف عضلية قلبية مخططة لا إرادية نفسها ألياف عضلية قلبية مخططة لا إرادية تتخصص بتوصيل النشاط الكهربائي فراغ يتخصص بتوصيل نشاط الكهربائي في القلب ش تقول ألياف بركدي ألياف ش يسميه بركدي زين أقول عضل القلب أسمك طبقة موجودة وين في جدار القلب وهي في البطين أسمك مما في الأذين صار واضح زين أنا دائما أوضح شكلهم أقولهم حيني بالنسبة طلاب القلب تخيل نفسك أنت بالغرفة قاعد الطبقة الداخلية مالت الغرفة القاعد بيها سأباو على الغرفة أوكي دات باو على الغرفة راح يشوف شنوى الحائط مصبوغ دعني نقول البياض تمام هذا البياض راح ش أعتبره أعتبره اللي هو الشغاف صح لو لا وراء البياض اللي عفك من الجس والسوالف أكو طابوك الطابوك راح ش أسميه أسميه عضل القلب عضل القلب الصفحة الثانية اللي هي للشارع يعني الوجه الثاني مع تلحائط راح ش ش شوف راح ش شوف بي أنه هم طبقة خارجية اللي هي سميه الاسمنت راح اسميه اللبوك راح هنا بالقلب أسمي النخاف تتمثل بطبقة رقيقة من النسيج رابط ونسيج ظهاري حر SHO解 بسيط فأجيب لك ما نوع النسيج في النخاب تقلي أنسيج ظهاري حر شوفي ونسيج رابط ما نوع النسيج في الشغاف تقلي أنسيج ظهاره حر شوفي بسيط ونسيج ضام ضام بالمناسبة ترى نفسي ترى رابط اللي هو راح ناؤقه بصف السادس يقول يابا هنا منطين يشوفوا باللي اضف الى معلوماتك في الكتاب يقول لك يابا سمك القد معدل ضرباته بالدقيقة ثلاثين الارنب ميتين الفيل خمسة وعشرين هذا الفيل شكبره خمسة وعشرين سبحان الله والارنب هل قدوته ميتين سيد باوع للانسان سبعين القطة يعني تبزونه شكيد مية وخمسة وعشرين والفارة ربعمية شنو قضية استاذ وانا كويتي حتي يعني هذا الفيل شكبره وشعرضه خمسة وعشرين دقة بالدقيقة حبيبي دقات القلب براح استنتج من هذا الكلام انه دقات القلب تحتمد عليها من على الايد تحتمد عليها من على الايد وتحتمد على الحركة فكلما كانت الحركة اسرع كلما كانت دقات القلب اسرع والدليل على ذلك روح اركض شوفوا شقد راح زيد معدل ضربات قلبك من سبعين توصل حتى مية واربعين صار واضح طلاب وخلصت محاضرة واياكم والتقيكم محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الخامس لا تنسوا انه تشتركونا بقناة التليجرام وادزون المحاضرات للبقية فيه مع الله يحفظه